ورد داخل جدراني النادي الاهلي طبعا كان في مباراة كرة اليد سيدات النادي الاهلي حصلت طبعا الفضية بعد خسارة نادي الشمس وانتهت المباراة بنتيجة 25-22 يمكن المباراة دي كنا راحين عليها ما كانش عندنا اي احتملات غير الفوز كان لازم نفوز عشان نلعب مباراة فيصل مع نادي الشمس ولكن ده للأسف ما حصلش الحقيقة كل التحية والتقدير لللاعبات والجهاز الفني بقناة الكابتن يحيى يوسف اللي الحقيقة مرموش الفوطة برقاة الرياضة بدري وظلوا متمسكين بالامل الى نهاية او نهاية الدورة او للمباراة الختمية كل التقدير والاحترام عايز اقول لكم حاجة عن الفرقة دي الفرقة دي اقعدت 25 سنة ربع قرن تفوز بالبطولات بطولة الدورة يعني احنا حامل اللقف في اخر 25 دورة انتم تخيلين يا جماعة ربع قرن من الزمان هذا الفريق هو البطل طبعا هتطلع ناس وتقول لك ده يعني كرة اليد بسيدات خسروا ومش عارف ايه والكلام اللي بتقال اللي احنا بنسمعه في كل شيء ولكن لما يبقى فيه فرقة واخدل بدوري 25 مرة وتخسروا موسم في تغيير لعبين تغيير اجيال اصابات الحقيقة ده يعني برضو لازم نربط على ايدي اللاعبات وبقول لكم ان شاء الله انتظروا الفريق ده السنة الجاي كابتن يحيا يوسف صعد لعبات كتير وفيه لعبات رجع المستواهم السنة الجاية باذن الله الفريق ده باذن الرحمن سيتوج ببطولة الدورية البطولة المفضلة ليه خلينا نروح للخبر التاني طبعا بيخص كرة السنة